موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاؤنا في حلقة اليوم من برنامج محارب المناجاة اخترناه من أدعية الصلاة وبالتدقيق هو من أدعية استفتاح الصلاة فكثير من بعرف الدعاء المعروف للاستفتاح وهو دعاء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لكن كمان لازم نعرف ان هناك أدعية أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح فيها الصلاة وبالمناسبة ففي كل ركن في الصلاة وكل هيئة هناك أكثر من دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فمثلا في السجود تعودنا على سبحان ربي الأعلى لكن هناك أدعية كثيرة للسجود مثل سبوع قدوس رب الملائكة والروح وكذلك في الركوع والرفع من الركوع وغيرها من أركان الصلاة وتنوع هذه الأدعية والأذكار بتساعد الواحد يخشع في صلاته فهناك أشخاص يصلون ويشعرون بعد فترة أنهم يصلون دون إحساس بطعم للصلاة ولا دون أن يشعروا بلذتها ومن الأساليب المساعدة على التخلص من هذا الإحساس هو تنويع أدعية وأذكار الصلاة كتغيير دعاء الاستفتاح مثلا أو تغيير الصور التي بعد سورة الفاتحة المهم إحنا اليوم معنا دعاء استفتاح للصلاة غير اللي تعود عليه كثير مننا هذا الدعاء هو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين هو دعاء طويل لكني سأركز على كلمة في هذا الدعاء سنعيش في ظلال قوله حنيفا تخيل أنك في الصلاة وتقول بقلبك وبلسانك وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا فما معنى حنيفا ولماذا وضعت في أول الصلاة هذا ما سنبينه في هذه الدقائق من هذه الحلقة بإذن الله عز وجل لما نرجع للقرآن ونبحث عن كلمة حنيفا سنجد أنها وردت في القرآن في عدة مواضع وكثيرا ما كانت تردو هذه الكلمة ملاصقة لذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قارتا لله حنيفا وستجد أن كلمة حنيفا تخص عقيدتنا اللي هي عقيدة الحنيفية السمحة قال تعالى في سورة الحج واصفا المؤمنين فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر فأقم وجهك للدين حنيفا فما معنى حنيفا لو رجعنا لكتب اللغة سنجد أن كلمة حنيفا تعني مائلا ورجل أحنف أي برجله ميل ومن هون فصرها العلماء في القرآن بأن حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى الإيمان مائلا عن الباطل إلى الحق مائلا عن كل ما يغضب الله عز وجل إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى مائلا عن كل ما يكرهه الله عز وجل إلى كل ما يحبه الله عز وجل وعكس كلمة الحنف هناك مصطلح الجنف قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أي الجور والظلم أي الميل عن الحق إلى الباطل الميل عن الطاعة إلى المعصية ومن هون لما أبدأ صلاتي وأقول وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفة فكأني بقول يا رب إني سأميل عن كل ما لا يرضيك إلى ما يرضيك وهذا يعني إنه يا رب إذا أنا اخترت شيء وأنت اخترت لي شيء آخر فإني سأحب فاخترت لي وأرضى به كل الرضاة بهذا أبدأ صلاتي وبهذا أعاهد ربي في أول الصلاة عشان هيك لا يليك بيك مسلم إن أبدأ صلاتي بهذا العهد بأن أكون حنيفا وأميل إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وبعد الصلاة أخرج من المسجد وأغش في التجارة مثلا لا يليك بي بعض الصلاة إن رأيت نساء متبرجات إني أطلق نظري للحرام وكذلك الأخت تصلي وتعاهد الله سبحانه وتعالى وعندما تخرج إلى الجامعة تكون متعطرة أو بملابس لا ترضي الله عز وجل وقد عاهدت الله عز وجل في الصلاة أن تميل إلى طاعته ورضاه وتكون حنيفا هناك ملاحظة مهمة كلمة حريفا تدفعني لأكون مائلا إلى ما يرضي الله عز وجل ليس فقط بأفعالي بل أيضا برغبتي ومحبة القلبية في أن تكون مع ما يحبه الله عز وجل فالعبادة الحقيقية ليست فقط أن أنفذ ما يريده الله سبحانه وتعالى بل في الرضا من ذلك فإذا نفذت ما يريده الله عز وجل وأنا متضايق من ذلك فهذه عبادة ناقصة فالعبادة كما أعرفها العلماء هي استجابة طوعية ممزوجة في محبة قلبية تفضي إلى سعادة أبدية فإذا استجبت لله لكن دون حب للأمر فهذه عبادة منقوصة وقد لا تكون بقبولة وأيضا هناك من يقول أنا أحب الله لكنه لا يستجيب لأوامره فهذه محبة كاذبة بكل صراحة هذا كذب في الحب فلابد من الاثنين معا فمثلا التي تلبس الحجاب لكن مع المكياج ومع بلابس ضيقة فهي استجابت لأمر الحجاب لكن استجابتها كانت غير ممزوجة بمحبة قلبية فبذلك تكون قد كسبت السيئات وجعلت كل من ينظر إليها وافتتن بها يكسب سيئات من خلالها وهذا يسري على كل أوامر الله سبحانه وتعالى وليس فقط على الحجاب ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة فهذا الصحابي جليبيب وكان أحد المساكين من الصحابة الكرام ليست له أسر معروفة ليس عنده مال ولا منصب يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ثيابه الممزقة بطنه جائع ووجهه شاحب وأعضاؤه هزيلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جليبيب ألا تتزوج فقال يا رسول الله غفر الله لك ومن يزوجني لا مال ولا جمال ثم يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة ويسأله في كل مرة نفس السؤال وهو يجيبه الجواب ذاته حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى ذلك البيت من الأنصار وقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغكم السلام ويقول لكم زوجون ابنتكم فذهب جليبيب طرق الباب فخرج صاحب البيت وقال ماذا تريد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغكم السلام ويأمركم أن تزوجون ابنتكم فقال الرجل أشاور أمها فشاورها فقالت لا لعمر الله لا نزوجه فسمعت البنت العابدة الناصحة الصالحة فقالت أترداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني هنا طبقت تماما معنا حنيفا والتزمت بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ورضيت أن تتزوج هذا الشاب ولو كان ذميم الخلقة لا مال له وعاشت هذه المرأة في سعادة حقيقية ليست كالسعادة الوهمية التي يتمنىها البعض أو يحلم بها ولم يطل زواجهما حتى نادى منادين للجهاد واستشهد جليبيب رضي الله عنه وحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه قبل أن يضعه في قبره وقال هذا مني وأنا منه ودعا عليه الصلاة والسلام لزوجته فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا فما كان في الأنصار امرأة أنفق منها فأن أكون مسلما يعني أنني استسلمت لله عز وجل مع محبة كاملة وطواعية كاملة فالعبر من قصة جليبيب أن أكون مائلا إلى ما يرضي الله عز وجل وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا جاء وصف ضعيفي الإيمان واللي عندهم شيء من النفاق وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وفي المقابل وصف المؤمنين الحنفاء إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعدا ودعونا نأخذ مثال آخر الأنصار كانوا يملكوا أراضي زراعية كبيرة جدا وكان لديهم أسلوب في التعامل الزراعي أو التجاري بحيث يقومون بتأجير هذه الأرض مع اشتراط شروط صالحهم فكان هذا الأسلوب حقيقة مربحا لأصحاب الأرض لكنه كان في الوقت ذاته ظالما للطرف الآخر فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من التعامل فقال أحد الصحابة نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع انظروا إلى هذا الصحابة الجليل كان يلبس خاتما من الذهب ولم يكن يعلم أنه حرام على الرجال يروي قصته سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتما وانتفع به يعني مات لبسه لكن خذ انتفع به فقال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال تحرزه وتورعه وأدبه ومع أنه يجوز له أن يأخذ هذا الخاتم وينتفع به بوجه من الانتفاع غير أن يلبسه كأن يبيعه مثلا وينتفع بثمنه لكن قلبه تغير حبه تغير من حب الزينة إلى حب ما يريد الله ورسوله باختصار هذا معنى الحنيفية كلما ذكرت حنيفا في بداية صلاتك تذكر أن يكون هواك تبعا لله ورسوله محبتك تبعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن تكون مائلا إلى مرضات الله دائما وأبدا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المؤمنين الطائعين الصادقين حنفاء غير مشركين به اللهم آمين ولا تنسوني من صالح دعائكم موسيقى موسيقى موسيقى